اسم الله مبروشي بببب يا جماعة بببب بببب اسمعوني كده اسمعوني بي سؤال دي يجي كل سرم ششششششش سؤال دي يجي كل سرم سوال يشوك تروت يعني اسمه اسمه ديناميك ديناميك ستيت اوف ديناميك ستيت اوف ملتبلي با اي حاج مره قابل ديناميك ستيت استيت اوف الكوليستيرول مره ديناميك ستيت اوف مش عارك ايه مره ديناميك ستيت اوف المعادلات المعادلات الكيميائية مش عايز حاجة زمي لسه انا اللي فات التعليمات اقول لها بيها عايزني اصنع كوليستيري واجسره طب احنا اخدنا التفصيل بتاع الكوليستيري اخدنا التاكسيري ماخدناش تاكسيري هجيب له تاكسير من ايه يجيب له تاكسير من ايه من الهند من النهاردة الموضوع اسمه السؤال السنة دي السؤال السنة دي احتمال كبير ما عادش فاضل يا جماعة ولا سؤال اسمه في الليبت ماجاش غير السؤال ده ديناميك استيت او ديناميك استيت وبحاجة اسمع الكايلو مايكوينز لان سؤال ده سؤال كبير كايلو مايكوينز خد بالك انا قلت الكلمة تحصة لفاتك الليبو بروتينز ما كانش موكول زمان كنتم محمد السامي الاول لكتور في الزازير اللي حطتنا موضوع اسمه الليبو بروتينز دايما كان الليبت بيخلص عند موضوع اسمه الكوليستيرول بعده الكوليستيرول عطول ويوم ده كان موضوع اسمه الكوسانويد تزود بقى هو السنة اللي فاتت في الكتاب لما نزله موضوع اسمه ميتابوليزمو باللايبو بروتينز ديناميك استيت دي خلي بالك منها خلي بالك من دي بص بقى معا ايه ديناميك استيرول الف النايبو بروتينز انا عايزك تنسى كل حاجة متركز في الكتابسين اولو بالوقت بيقول لي بص دلوقتي انا عندي خمس حاجات الHDL والLDL والIDL والVLDL والكايلو مايكروز هبدأ كلامي دلوقتي بالكايلو مايكروز احنا عندهم مرة لفاتة يا جماعة اصغر واحد في الكسافة و اكبر واحد في الحجم و اصغر واحد في الكسافة اللي هو اكبر واحد في الحجم كان اسمه الكايلو مايكروز ده اللي مرة لفاتة انا كده الكايلو مايكروز عايزين نرى فا جماعة الكايلو مايكروز انا بصنعه ازاي وبعده ما اصنعه اكسره ازاي ولو حصل defective اي انزيم من الانزيمات اللي هتكلم فيها دلوقتي هيحصلني مرض S.O.A اللي هو في جدوى انتوكوا المرض يفتل جدوى كبير فيه تمن امراض اسمه hyper lipoproteinium زيادة lipoprotein في الدم المرض S.O.A و defective انزيمه اسمه ايه وايه الاعراض بتاعة المرض زي ما اخذر بقى حصة لفتل دول تمانية بقى وكلهم ايه معلقة بال lipoprotein فنكس معي عشان موضوع الجدوى يبقى سعب الموضوع اللي هو الرطيس يبقى سعب بصوا بقى قالك ده ايه دن كده الكاينو مايكولنس بنتصنع فين قلنا المرة نفازت كلمتين على الكاينو مايكولنس اسمعهم كده قال الكاينو مايكولنس باول حاجة واكبر مركب في الحجب واصغرهم في الكسافة فقلنا ليه اكبرهم في الحجب قال لي اكبرهم في الحجب عشان خطر هو تراي عصيل جريسترول كتير قال لي ده بلسم الكسيرين في المية من وزنه عبارة عن تراي عصيل جريستر ماشي تاني كلمة انا بتالى يومان انتو كلكوا عارفين يعني ايه ليبو بروتين زي ما قلنا ايه ما اللي فاتي ليبو بروتين زي عم فيه رفت جوه هنا وبره فيه طبا من بروتين حاجة اسمعها الابو ليبو بروتين الابو ليبو بروتين اللي موجود في الكاينو مايكولن اهو اهو اسم الابو بي تمانية واربعين ابو بي تمانية واربعين ابو ليبو بروتينز السمع هم ايه وبي وصي ودي و ايه من ايه لحد ايه وكل واحد من دول له انواع ايه في منه ايه وان وفي منه ايه تو سي في منه سي وان و سي تو و سي ثري وحكذا كلهم مرقبينهم ايه ايه واحد واثنين بي بي او سوري سي سي واحد واثنين وثلاثة و ايه نفس الكلام الوحيد اللي هو رقب مختلف هو البي ما قلناش بي واحد وبي اثنين وبي تلاثة او بي تبانية وااربعين ليه بتبانية وااربعين وبي مية كانت في معلومة كده وانها صدق الاني fact هشرحها理ك سلام holy Before 2 بس لحد ما ناخدها في عندي حاجي lancer بي ب fasso خلاص بصوا لي اولا الكايلو ما aula كا continuous المكونا مكون nee وهان احنا خدوناها بالاكمة قم كنا بنكالهم فهو في دارة انا اقوله الاجتشن هي كانت اصعب حصة او اصعب جزء في الاجتشن كده اسمها او حاجة اسمها النيسنس بص معايا كده الكلام ده جماعة كلام مخصر في الاجتشن بس انا لازم اقوله هين حتى انا محتاجوا هانا كان المفروض انه دي الاستوك قلنا الانسان ده الى الراجل ده كان دهون كان فات الفات نزل عباره عن حتة عاملة كده تسميها الفات جولبيوت حتة الفات كبيرة عشان الفات ده يتغضم ما بتغضمش في الاستواء ينزل على الانتستن في الانتستن يا جماعة عشان يتغضم لازم يجيبوا حد اسمها اول حاجة خلص اول خطرة في الاجتشن بتاع الدنون حاجة اسمها حاجة اسمها قلنا جماعة قلنا جماعة عشان في كين ما اسمع يعني استحلال باخد الحتة الكبيرة دي واكسرها من حتة الصغيرة بس مزال ده مسموش هاضي ده اسمه بس من غير الخطوة دي انا مش عارف اعمل كانت اول خطوة لخطوة من طايل اسم ونباية صورة وبعد كده اشتغل بعض الانزيمات كان في حاجة اسمها بانكرياتي ومش عارف حاجة اسمها بانكرياتي وشوية انزيمات كده حاجات كده خدناهم مش موسكرة دلوقتي المهم كانت ناتج التكسير الجدعي ناتج الدرجال شنين ناتج الدرجال شنين هنجيبه من الاكل انت كنت وانت كنت كانت ايه اصنا انا كنت تراي اصايل جاسو انا تراي اصايل جاسو اهم دول المركبين اللي عادت انتكلم عليكم طبعا ايه شوية تفصه لديك هعمل ايه؟ انا يبدأ الانزيم يشتغل زي ما قلنا كان نزيم اسمه بانكرياتيك لايبيج قلنا اي لايبيس في الدنيا وظيفته اي لايبيس في الدنيا وظيفته بيكسر الفاتي اصلي بالكربونة واحد وكربونة ثلاث مبعرفش يكسر ده فكان الناتج البتاع ايه؟ كان بيطلع لي اتنين فاتي اصلي اهم الناتج البتاع الدرجال شنين فاتي اصلي زي اللي فاضل ده اسمه ايه؟ عبارة عن جليسترول وفاتي اصلي محجب وسميته مونو اصيل جليسترول زي اللي هنجيب انزيم نيكسر البونت بتاع الكوليستيرول المسكرة الفاتي اصلي وكوين لي الكوليستيرول واحده وفاتي اصلي مكتوب ناتج الدرجال يا جماعة كمان كان المفروض لما بأكل الدرون كان فيها فيتل اللي هو كان اسمه فيتل لاني الفاتي من الوقتين انتم فاكرين وفاتي اصلي محجب عشان اجيب الفاتي اصلي محجب لازم اكون واكي ضموك فقال لي كمان مهتيجة الديجشن هيطلع عن الفاتي صلي محجب كل دول طبوم ناتج الترجشن كان محجب انا محجب بيقول لي هناك قلت محجب اصلي محجب يقتضل مع المبارف العثور ان backwards بالاواية لكن لا يوجد المقبل ويوجد يولي هاي لقدم خت wären موين في الليوم السيقتض اه يا دكتور انا çekت هذا الجيش ومشكلتي في ال؃�면 يوري ان يولي عمله عن Abu Bot يعني ان يكلهم من دون적인 التثير هنا. دي الخلية بتاعي. ودي الخلية وهنا عندي كده الغدس اللي عايز اعمل فيه. تقول عشان ده ده يعدي ويدخل جوه الخلية لازم يكون ووتر سوية. وعشان يعدي بالخلية ويروح لقدم لازم برضو يكون ووتر سوية. فكان ايه الحل? الحل لسه مستمعش مرحبات الحل يا جماعة كان يجيني مادة اسمعها البايل الصوت تاني. البايل الصوت تاني. كانوا تلت حاجات هناك. بس اللي وقت انا عايز كبتين. الاولى كان بالساعة في عملية الفجاشة. والتانية بالساعة في عملية الابزوربشن. كنا نجدول يا جماعة اللي بيحصل ايه? بيجي البايل الصوت يوم يحوط المركبات دي كلها على بعد كده بطبقة من البايل الصوت. وسميت المركب ده كله على بعد وكلمة اسمها الميسل. فكريني الميسل? ميسل. اهو الميسل بقى ده كله كده اللي هو عبارة عنه. المركب اسمه بايل الصوت. وجوه المركبات الفاتس اللي يقول لعد من الليومين ويدخل جوه الخليجة. بقى جوه الخليجة هين عندي مين? هنا كده? عندي بيسل. انا كده كده لقوتهم? تاني. قلت بعد ما عملت ديجيشن. طلعا يا تيكتل ديجيشن. لتيكتل هضر المركبات دي. فاسي أسد لونجل تشين. وده وطر انسولياب. مونو أسائل جليسرون. وكولستيرون. وبعض الفات سوليابور بايكاميز. دول كده ويديوش في الميب. بس انا عايز عمل لهم ابزوربشن. فقالي الحال. حواطهم بطبقة من البايير سوت. لسه ما بيش ابولايبو بروتين. ما عنديش في الانتسل ابولايبو بروتين. يبدأ عمل فيه كده. فقالي حواطهم بطبقة من البايير سوت. وكوين مجس مع الميسل. الميسل دي تدخل به الخليجة. همسح الكلام ده وهارسل من الخليجة بتاعتي وجوبها الميسل. بص كده. احنا قلنا جمالة كلها من الكلام في الحتة دي. قلنا. انا لسه عامل ولسه مكسر. الطريقة سهل جريسلو. لما عملت له ابزوربشن هعملي. قال لي بص بوكتور. قادر الخليجة بتاعتنا هاي. قادر الخليجة هاي. وقادر البروش بوردر. بتاع الانتسل. وهنا كده بقى عندي مادة اسمها. اهو. ده البايل صوت. ده البايل صوت. محوطة مين. الفاتي اسد. المون. اصائل. جليسرول. وكوليستيرول. والفاتسولاب الفايتامي. انا فكرة انا مش عايز الفاتسولاب الفايتامي بحاجة انه وش كدبنا من هنا. وهنا عندي مين. هنا كده عندي. انا ده الوقت عايز اعمل ابزوربشن. انت بدأت الابزوربشن الاول عن طريق الميسل. لما دخلته من الليومن جوه الخليجة. ادي خطوة. الخطوة التانية بقى. انا عايز اقول المراكبات دي كلها اوديها الدم. عشان كده عملت ابزوربشن. قال لي بقى بص لده يحزن. خلي بنا كده لسه مين شوية كنت مكسر الترايق سال جليسرول والكوليستيرول الاستر ومكون المراكبات دي. قال لي جوه الانتسل. ايه لا يحصل. هارجع هكون الترايق سال جليسرول تاني. وهارجع اكون الكوليستيرول كان ازاي. ازاي باختصار شديد بقى. بجيب الفاتي اسد بقى. وامسكه مع المونو اصال جليسرول. بس انا دلوقتي عرفت عشان امسك الفاتي اسد مع المونو اصال جليسرول. لازم اكتب. الفاتي اسد. خطوة الاكتوفيشن. خطوة الاكتوفيشن بها عديمة. كنت بعملياني معك. بجيب الفاتي اسد. فكر معا كده. ودخلو. وارش. وطلع. مين. ينزيب اسمه. اكتيباشن. 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 ينزيب اسمه الطايل. او اسمه القاسيل. و ايه. سم في تيز. سم في تيز. كان بيحتاج طاق. وقت المركب ده جماعة. فكل ما قلت ده اول تفاعه. بناخده في البايو. بيدخل مدس مع الاتب. بتخرج ام ب. اول مرة قلو بيخرج ام ب. كل مرة بقل اي دي بي. اي دي بي. كان اول تابعه وانا خدناه بيحصل اكتيباشن. والاكتيباشن كان بيحصل في السايتو بلاسبو ولا المنتو كوندو. كان بيحصل في السايتو بلاسبو. قد ده متحانيون خميس. مش كده. ماشي. اصايل. اصايل كوين. المهم يا جماعة انا هرده انا مش محتاج لخطة ايضا. بس انا حبتت افكركم بيها باصلي ايبيبا. انت عملت ايه اكتيبت الفاتي اسد ناس WHAT لما اكتيبنا الفاتي اسد. بعمقي الفاتي اسد في صورة اصايل كوينة. مسك الفاتي اسد الاولاني مع مونوا اصايل جاستول المكوينة. مونوا ديتو فاتي اسد به هداء الاصايل. وكمان واحد وسميه اصاعيل جاستول. يعني يا مدتور, يعني دلوقتي دول كدا خلاص وحسرتهم وكاملت개 دولواتي اسمها انا عندي كسرته الفاتيه اصد وموله اصد جريستو. لما عملت افضل عن طريق الميسل بجعت كاملتون جوا تاني. طبعا انا موانتش عايزة فبلاجعها تاني مكانها. مكانها كان في الانتستل. يرجع الانتستل والانتستل يرجع الانتستل. عن طريق السايكل بزمينها دمان. انتيرو هي باتك سايكل. يعني لبت ملخص الكلام اللي انت عايش تقوله. اسمع كده ملخص الكلام. انسى ده. بيقولي. بعد ما عملت درجشن وطلب المواد اللي كانت بتدوه في الدهون. وكانت وتر انسولين. اللي هم الفاتي اسر. ولمونة اصال جريسترول والكلستيرول. كيف هي ده? عملنا ايه? دخلتهم جوا الانتستل هنا. لما دخلتهم جوا الانتستل جبت الفاتي اسر. اكتبته ومسكته مع المونة عصائل جريستو. وكبنت مدى اسمها تراي عصائل جريستو. مش بس جد. جبت الكولستيرول مسكته مع فاتي اسر. وكبنت حاجة اسمها خلاص كده? عايز عمل ايه دول? عايز اعدي دول من الانتستن من الانتستين الى البلود. نرجع نسأل نفسه السؤال. وده بيضوب في المايا? لا. ده بيضوب في المايا? لا. ايه الحل? الحل اطلقهم او احواطهم بطبقة من البروتين. المرة دي بقى انا عامت البروتين. هكيب طبقة من البروتين. طبقة من البروتين. وحوط المركب بتاعتها. بحس يكون مركب كله على بعضه. الجزء اللي مرة ده هو اللي هو والجزء اللي هو اللي انا بسميه الكور. الكور ده الفات سوليابل. مش مشكلة بقى. مدام الكور فات سوليابل. واني بره الفات سوليابل. فساعد اللي هو يدقف المايا. ولا ايه? بس بصيلي بقى كده عشان نخلص من حتة اللايبو بروتين دي عشان ايه? طولت او كده. بيقول لي الكور. الكور. بيكون رايقة ساعد الجليستيرول. وكولستيرول استر. استر. لازم يكون استر. يقول لي الاول بحوطي طبقة من الكورستيرول. اسمعني كده? الاول فيه طبقة الكورستيرول. وبعد طبقة الكورستيرول. فيه طبقة تانية من الفوسفي وليبت. من الفوسفو نبل احايد. والطبقة التالتة هي طبقة friction chromosomes. اهو المركب ده كله على بعضه بقى دلوقتي بقى اسمه ليفو بروتين. ودلوقتي بقى اسمه��� pharm VelPorx. ده دقصنية الكارلو 봐요. اتاني بقى كده دقصنية الكارلو ماكرون بسول الكلام اللي انت كاليوميكول ده تصنيع الكاليوميكول تاني بقى كده تصنيع الكاليوميكول بصول الكلام اللي انت هتكتبه انت فهمت كده بقوله هين بعد الديجيشن بتاع الفات الناتج بتاعي هيكون كوليستيرول كل دول بيحصل لهم بصورة بصورة ابدا الي استيخفر كل ملك اللي فضله الفاتي اسل والكوليستيرول والمونوأسال القبيع باكتبه ��ماسكه مع المنوأسال وكونال حاجه اسمه كوليستيرول بيمسك مع الفاتي اسل وكونال حاجه اسمه الكوليستيروليستل وابعدين ماديتين الدول يتحوطو بطبقة. أول طبقة يا جماعة الكولستيرون. هو الكولستيرونamba د Rio لا الفوسفول Ident. بيدو في الماء. الفوسفول Ident ان hakrul بتدو في الماء. فوسفولстр فوسفول Ded Amphibathic لان فى جزء انها بيدوب وبجزء انها بيدوبش مبراي Nasimbrain اللى الوبره يدوب والى هو بيدوب هيدروفلك وايدروفلك وفي قط النصف هيدروفامك طبقة من الفوسفول genocide وبعد كده طبقة من البروتين خدلك الكلستيرو لطبقة اللى bênدوبش خاص الفوسفولLouzept يعني بروتين بيدوب عشان بس الترتيب الأول طبقة من الكولستيرو وبعد كده طبقة من الفوسفول Mädget بكده طبقة بروتين بيقول لي بقى اسمه بالأول هنا الكلام المهم بيقولifieى ان طبقة Newuggers اسمهاة بابدا قال وي مشكت فى المنتسنت وصنعت ماده اسمها الكايلو مايكرون. يبقى الابو بروتين بتاعنا كم؟ هو بي. بي كم؟ بي تمانية واربئين. بي تمانية واربئين خاص بالكايرو مايكرون هو بس. مش هلأي حاجة تانية. يعني مش هلأي حاجة اسمها ابولايبو بروتين سي. مش هلأي دي مش هلأي اي حاجة الابولايبو بروتين بي تمانية واربئين. فين؟ لسه مصدعه دلوقتي في الانتستر. الناس معايا ولا حد يفصل مني. يبقى جماعة. هذا الحد دلوقتي بتكنم في التصنيع لسه الحد دلوقتي جوه الخليجة اسمها الانتستر. لسه مخربتش بالانتستر. صنعت المركب هات. خلي بالك المركب ده هو اكبر مركب في حد. نسبته تسعين في المية. نسبته تسعين في المية. يهميني الاسم ده كويس. ويهميني ان الابولايبو بروتين اللي موجود هو بي تمانية واربئين. خلاص كده. الناس كنا معايا. نعد نقطة اللي بعدين. خرجنا من الموجودة بايه? قبل ما عد نقطة اللي بعدين. اللي قدامنا ده. بدأته بميسل. بميسل عشان خطر الابزوربش. فرقت من ميسل مني. اليومين عديته على الانتستاني السلز. الخليلة. رجعت مسكت كل حاجة مع بعضها تاني. مسكت الفاتي اسد في المون واسايل وفي الكوليستيرو. وكونت التراي اصال جيليسترول والكوليستيرو ما عند الماديتين دول. فات سوليوم. عايز اعديهم للجم. ما عرفتش اصلاهم فات سوليوم. فخوطوهم بتالت طبانة. بنقول اكاد كوريستيرو. والتانية كاتفوسفوليبت. والتالتة كاتقابو مايبو بروتين. كان بروتين. اسمو بيتمانية واربئين. وكونت متى اسموها كاينو باي. ده كده بيدوف الميا. ده كده بيدوف الميا. يبقى ازا الخطوة اللي بعضيها على طول. هخرجي من الانتستينال سيلز. الى مين? الى البلوت. وطبعا ده مش هيحصل. ليه مش هيحصل? لان الكاينو وايكرون هو اكبر واحد في الحجم. ده مايدخلش جوه البلوت بيسل. ليه? لان البلوت بيسل ده صغير. ده يمتر بتاعه صغير. معرفش ادخله جوه البلوت بيسل. فعشان كده يا جماعة قال لي بلايش ادخل في الدم. هنددخلوا فين? قال لي احنا سنبلينا ده ليه اصلا كايرو. كلمة كايرو. همنا جاء من كلمة كايروس. اللي هو? الليمب. فبيخش جوه الليمف بيسل. الليمف بيسل يا جماعة يبقى اكبر شوية من بلوت بيسل. فسهل من المركبة كده هيعدى على الليمف. الليمف بيسل. دلوقتي الكايرو ماكرو بتاعه مابوض في الليمف بيسل. ماشي في الليمفاتك. يمشي 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 يمشي. حاد ما يوصل في الاخر ليه? ليه? الهارد. يدخل في الرايت. ترواسار في لسهل. يشيفي مية عبد الرحمان دانس بتترى الاسال كرسول وزف الكايرو مايكرو لحجمه تشين في المية منه ترى الاسال كرسول. والباقي موزع على بيهت الحاجات دي بقى. باقي هان. باقي هان. بيقول خرج الكايرو مايكرو اسمعنا. سمعنا. خرج الكايرو مايكرو من على الليمف. ومن الليمف وصل للقلب. بصيني بقى كده? بصيني. انا القلب هاو. نزل في ايني? نزل في الرايت? خلاص? في مشكلة? انا كنت في الليمف. بس انا عايز اروح الدم. الليمف مصيره. زي كل الفينز هنصب في القلب. صب هنا في القلب. ونزل من القلب على? على الفينز ينروح لللونج ورجع على وعقول كده خرج من القارطة. نفترضي القارطة الموجودة هنا. خرج من القارطة. طب دكتور كنت تقول لي ده ما دخلش جوه بلات بيسر. دلوقتي ده بدخله جوه القارطة. ما القارطة حجمه كبير. دمتر بتاعه كبير. انما اللي فات كان البورتل فيه. كان البورتل. والبورتل ماهاش حجمه. حجمه مش زي حجم القارطة. دلوقتي بقى عندي كايلو مايكرو في الدم. انا كده صنعت الكيلو ميترون ورميته في الدم ده كده اول حاجة ده اول حاجة اسمها دايناميك ستيت ده الانابوريز با ازاي صنعت الكيلو ميترون لحد دلوقتي لحد اللحظة دي انا عندي كام ابولايبو بروتين كام بروتين موجود حوالي الكيلو ميترون هو واحد بس اسمه ابو بي 8 정ون في مشكلة هل انا لحد دلوقتي ضفت اي بروتين تاني لا هنبدأ نضيف دلوقتي اضيف هيني وانا موجود في الدم بعد ما خرجت من الورطة يبدأ تمشي. هقابل حد. الحد ده هو اللي هيديني بقية الابولاي مبنوتيز اللي هما اللي التن اللي فاضين. تخلي بالك معي. كل واحد من دول له وصيفة. غير ان هو بيخالي المركب بتاعي ووتر سوليا. له وظيفة. غير الووتر سوليا. الووتر سوليا بدي حاجة يبقى له هي. تمانية وربعين وصفته ايه. اللي هضفهم دلوقتي ووصفتهم ايه. اللي فات. واصل. ندخل في اللي بعدين. مش عايزين عندي اللونة. واحنا مش فاهمين. وعشان اللي هد في اللي بعدين مش هتفهم حاجة خاصة. حد هو قفى مع حاجة من اللي فات. اكيد. يبقى احنا يا جماعة وصلنا. انت انا خرجت من الانتسن على اللمف. ومن اللمف وصلت للقلب. في القلب خرجت على الدم. انا دلوقتي ماشي في الدم. بيقول لي بقص في الدم. ايه لا ياسم? قال لي في الدم. فيه مركب اسمه الـ HDL. اسمه HDL. هنمسح دول كده. وهنرسم الكايرو مايكرو ده. دي طبعة البوتين اللي اسمه هنا. ابو بي تمانية وربعين. وهنا تروي. اسايل جليسترول. كوليستيرون ريستر. ومتحوط من ثلاث طبقات. دي طبعة منهم. الطبعة اللي معاديها من ضرر جوه ها. دي كده اسمها? فوسفول دمت. والطبعة الداخلية خامس. طبعة منهم. الكوستيرون. ده الكايرو مايكرو. بصي لي بقى. بيقول لي وقت ما تبشي في الدم. دي قاعدة تخدها عشان بقية اللايبو بروتين. بيقول لي HDL. HDL ماشي في الدم. لما HDL يكون ماشي في الدم. ويلاقي اي واحد. اي واحد. من بقية اللايبو بروتينز. يلاقي DLDL. يلاقي المركب اللي اسكو. اي واحد من دول موجود بيدي بروتينز. مين في البروتينز بيديه له؟ بيدي له حاجة اسمها. ابو. سي. تو. وابو اي. الاثنين دول. دول سبتين. ال HDL بيدي ايه؟ بيدي الاثنين دول. لأي حد. ال HDL يا جماعة. معلومة كده اسمعها وارنيها تلوقتي. ال HDL مليان مليان بروتينات. ال HDL اللي هو اكتر مركب في الخمسة اللايبو بروتينز بيحتوي على بروتينز. خلاص؟ بيام ايه في البروتينز هو الجزء منهم بيدي لبقية اللايبو بروتينز. والجزء التاني بتاعه هو بيديوش لحد. اللي بيديهم اللايبو بروتينز هم هدنين دول. سي. تو. واي. سي. تو. واي. دلوقتي انا ماشي في الدم. يقول لي يبدأ يحصل موديفيكيشن. يعني موديفيكيشن. يعني تغيير الكائن هو كالشكله عامل كده. واللي هو ماشي في الدم. يجي لي مركب اسمه ال HDL. يقول يدي له اتنين ابو لايبو بروتيني. واحد اسمه ابو لايبو بروتيني. سي تو. ولازم تو يا جماعة. وابو لايبو بروتيني. ايه. مصدرهم فين؟ مصدرهم ال HDL. يعني دبطو مصدرهم ال HDL. يعني الاتنين دول ليهم وظيفة معينة. هيعملوا الوظيفة دي. لما تخلص الوظيفة هيسيبه من الكائن ومايكرون ويرجعه مصدر بتاعهم تاني. سمعت انا اقول ايه. الاتنين دول ليهم وظيفة. هيعملوها دلوقتي. وهذه بتخلصوا الوظيفة. هيعملوا رجعين تاني من ال HDL. اللي هو المصدر بتاعه. اسمع لي بقى ايه وظيفتهم. قال لي وظيفتهم. هبدأها بوظيفة ال C2. انا دلوقتي ماشي في الدم. مشكلة الكائن ومايكرون زي ما الدم مفروض ان هو بيمشي بطريقة بيمشي سموس. الدم يماشي بطريقة معاينة كده. خدتوه في الفيسيولوجي. ماشي سموس في البلد باسر. لما يكون عندي حاجة اسمها كائن ومايكرون. مصري كده. دخالي معاه ده بلد باسر اهو. شش. كائن ومايكرون بقى عمل كده. حجمه كبير. فماشي بالدم بيعمل تركيز. بيبوز الطريق بتاعه. بيبوز طريق اللي ماشي بالدم. فبيقول لي يا حسنين. يوم البروتين اللي اسمه الابو سي تو. اسمع بقى. او البروتين اهو. اللي يبطل من اتشي دي ال. اسمه ابو سي تو. بيعمل وهو ماشي في الكائن ومايكرون في اندوسيليا بهو. الاندوسيليا ده جمعا عن طريق الابو سي تو بيعمل في الاندوسيليا. فيطلع البروتين او انزيم اسمه اسمع اهو. ليبو بروتين لايبيز. اللي احنا هو عليه. اللي هو اخر انزيم اسمه لايبيز هناخده السنين. احنا اخدنا يا جماعة من كده اتنين لايبيز. من اولا كان اسمه بتاع الضيجيش. والتاني كان اسمه هورمون. اسمه لايبيز. وده تانت لايبيز. اسمه لايبيز. واي لايبيز في التلاتة بيعمل نفس الوزيفة. اللي هي بيجي عالترى اسم جيسرول. يكسر فاتي اسد واحد. وفاتي اسد دلاتة. وطلع الابنين فاتي اسد لوحدهم. وحاجة اسمع الامون واسم جيسرول. المهم? اصروا. ايه اقولي. اقولي. وصلنا جماعة انها دلوقتي ماشي في الدم. ومعايا حاجة اسمها الابو سي تو. ده عن قريق الاندوسيليا. خلايا الاندوسيليا. يخليها تطلع بروتين او انزيم اسمه لايبي بروتين لايبيز. انزيم موجود في. مود FPS فاتي؟ امام لايبي بروتين لايبيز موجود جيسرول بكما قي. قلي موجود في الاندوسيليا. بتاع الكابيلة. بتاع بكافلات بهسل قلي تيشو لي في اللي في اللي في اللي بروتين لايبي و كل تيشو اي تيشو. فيه لايبي بروتين لايبي صياته. بس كل مئن اعمى حاجة اي دمين اكون الجزء الايديبوب لديعوتين لايبي بروتين لايبيż بكتلستاش الكلمة دي مين اللي اكتب اللايบو بروتيل ليبيز مين اللي اكتب اللايض هلالي بروتيل ليبيز السي 2 جي مين السي 2 جيت الحينا اسمع ال HVL ما كانش موجود في الكايرو ميكرون كايرو ميكرون كان في ده بس أنا دلوقتي اديتوا اثنين السي 2 والاية المهم بدأ السي 2 يشتغل أنا راح طلع عليه ينزيم اسمه اللايبو بروتيل ليبيز يعمل ايه بعد اللايبو بروتيل ليبيز هو انت وظفتك ايه وظيفتي لايبينز. بعمل ايه؟ قال لي اروح على التراي اسال جليسترول اللي موجود فيني. جوه الكايرو ماترول. وابدأ اكسر التراي اسال جليسترول ده. بصوا لي بقى. ده كده الكايرو ماترول يا جماعة. بقولك ان 90% اهو. 90% من وزنه كان عبارة عن تراي اسال جليسترول. انا بدأت اكسر التراي اسال جليسترول ده. ايه اللي يحصل في حجمه؟ ايه الصيز؟ الصيز يبدأ يقل. الحجمه كدير تشين في المية تراي اسال جليسترول. كسرت تراي اسال جليسترول. هو ماشي في الدم عمال بكسر في حجمه بيقل 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 بيقل. لحد لحد ما يوصل لحجم ده. شوفت الكايرو بحجم كده عامل ازاي؟ وصل لحجم عامل ازاي؟ صغر في حجمه. طبعا مدام صغر في حجمه اخبار كسافته ايه؟ بديه ايه. احنا وانا علاقة عاكسية بين الحجم والكسافة الحجم. صغر فالكسافة زادت. سيبك من دي برضو. مش عايز دي. بصيبها ايه اللي يحصل. بيقول بعد ما مشينا في الدم وطلع وقال القتصر كسر الترشدين في بمية بتويع التراعة الآثار جلسل. ثم يهو يماشي في الدم عامل حجمه وبيمز ايفتر. يأسفر. بيز مري بيز. لحد ما يخلص او اكسر كل التراعة الآثار جلسل. كده وظيفتي. كابه بروتين اسمه سي تو قلصت او انا ما قلصتش. كده خلاص خلصت. كان وظيفتي اكتف الى هيكسرة الآخر الخلاص اكتفت وقسرت التراعة الآثار جلسل. ما اليه يحصل قال لي ساعتها سيضرت سيضرت زماطق ويرجي عن مين؟ ويرجي عن الهاتش ه يقال يعني يا دبتمaudال. بصوالي كده كده خلاص ايه الي فاضل? يه الي فاضلم? اللي فاضل يا جماعة BEories بصو journalists. بس من غير اولا مخ Reach ايه كان توظيفته? كان وظيفته يكسر اليان تراء اسار ال جيسرون. يعني ات وتختผม شوفت اليان فاضل ده بقى الي فاضل ده بسميéndله كلهم. قد نعلمها اللي فاتن. اسمه الكايلو مايكرون ريمينانز. يعني بقايا بقايا الكايلو مايكرون. بقايا الكايلو مايكرون. خلاص انا خلاص. فضل جملة واحدة بس. اما يا جماعة في الدم. جبت الابو سي تو. تاني هو في الدم. جبته الارو سي تو. والابو اي من اله دي اله. اما الابو سي تو كان له وظيفة. يشارك ان ننزيب اسمه النايب. اللي موجود في الانجو سيليم بتاع اللي موجود في كل الانجو سيليم. اشتغل لايبو كتيل مايك. عامل ايه? كسر التراعي سال جيليسترول دي. طبعا اللي فاتن يأسف وهمونه على سال جيليسترول. المهم هو انه هو كسر التراعي سال جيليسترول. بدأ الحجم بتاعي قلبي. وبدأت الكسافة تزيد. لحد ما خلصت تكسير كل التراعي سال جيليسترول. ساعتها وظيفتي. وظيفتي. كابو سي تو خلصه. فبيسيب الابو سي تو ويرجع للايبو كامل اللي هو المركب اللي فاضل اسمه الطبعا حجمه صغير. اصغر بكتير من حجم الكايروماييك اسمع لي بقى كده? كايلو مايكرو. بتكون من ايه? نوع الجرطيني الموجود جوان. كايلو مايكرو. في بيه تمانية عربين. تمشي تمشي جوه C2 وجوه A. يمشي. لكن ما يمشيش لما اجا اقولك الكايلو مايكرو من ربنا. بتكون من ايه? وتقول لي هو ابو C2 وايه وبيه تمانية واربعين. لا دي غض. في تمانية واربعين وايه بس. مغفوش C. لان لو كان في سي ما اسموش كايلو مايكرو من ربنا. ماشي كلامكم. المهم لحد ما غنصوا كامل حاجة اسمع لكايلو مايكرو من ربنا. اسمع لي بقى وظيفة الايه ووظيفة البيه تمانية واربعين ايه. قال لي طيب بعضين الكايلو مايكرو من ربنا. هيروح فيه. ما غلصة بمقودش الدم. قال لي المصير بتاعه. الفير بتاعه اللب. هيروح على اللب. اللب اهو. اخر كلمة يا جمال خلاص. غنصنا الكايلو مايكرو. هيروح. هيروح لللبر. قال لي هيمسك على موجودة في اللبر. خلاص يا جماعة. بيمسك في موجودة في اللبر. هنا بقى السمعي. هيمسك في موجودة عن اللبر ازاي? يعني دي هتتعرف على ايه? موجودة في الكايلو مايكرو. هو ايه اللي فاضل فيه يا جماعة? فاضل فيه اتنين ابو لايبو بروتين. ابو لايبو بروتين بيتبانية واربعين وده الاساس. وبويعبو لايبو بروتين ايه? الاتنين دول هما لايكلوا الرسيبتور دي ب mutedعموا في المركز تموكايلو مايكرونربل REFT يمسكوا في الرسيبتور الموجودة في اللبر يعنينا حاجة اسمعها رسيبتور. لايبو بروتين. مسكوا في رسيبتور يبدأ يخصى حاجة اسمعها.. ايه ده? ان دوuntsايدوززيزوم. يدخل الرسيبتور اللي المسكة مع اللايبو بروتين. جوة الليبر. جوة الليبر جماعة يطلع انزيم بيطلع من حاجة اسمها اللايزوزوم. يكسر المركب ده خالص. القائل او مكو جرامل عده يتكسر خالص. حد بها يقول لي هيتكسر ليه. هو القائل او مكو جرامل ده مع عبارة عن ايه? عبارة عن ايه? اسمعني كده؟ من بره الجمع. عبارة عن ابو ليبو بروتين. هو مش بروتين؟ لما يتكسر ديني. عبارة عن كوليستيرو. هيديني بردو كوليستيرو. طبعا كوليستيرو الاستر هيديني كوليستيرو بس. عبارة عن ده كوليستيرو. خلاص ما احنا قلناه. ده مين? سنفوس فوليبن. هيديني فوس فوليبن. بعد كده بقى تكسر نفوس فوليبن. اتبع عرفتها. اخر حاجة خالص بروتين تاني. البروتين هيديني بردو امان واسد. وعندي كمان فاتي اسد. هيتمع في الاسد. بقى نانيك السيت اوفر كاينوان. اسمح بقى من اول فوق. وبصورة كلام من غير شعر. هتكتبين. اول حاجة عنوان كبير. اسمه. يعني كلمة اسملي. اسملي يعني تصنيع او تكوين. اسملي انتسيكليشن. بطلنا عالكاينو ما يكون وبابين في الدم الزاد. اني بعد ما عملت دايجش. وكونت حاجة اسفاها الميسة. بص بقى عشان خاطر موين كلامنا اللي عايزه. وكونت حاجة اسفاها الميسة. الفاثي اسد اللي موجود كوها الميسة هيمسك مع الكلستيرول ومع المون واسايل جريستر. واكون احواطهم مثلا. الاولى كونستيرول. تانية بس ولمت وثالتة. ابو رايبو بروتين بي تمانية واربعين. اسمع الاسم الجديد ده? اسمع المركب ده. اللي هو بي تمانية واربعين بس. ما سميه نيسنت. يعني كلمة نيسنت. نيسنت. ناشئ. بدايي. حاجة لسه عاملها دلوقتي. لسه ما حصلوش ماتيوريشن. ده اسم الكايلو مايكرون او النيسنت كايلو مايكرون. تصنع فيه? تصنع فيه? في الانتستين. اللي لسه موجود في الانتستين. بص لأ. بعد ما صنعت المركب ده. وحواطوا بطلق طبقات هموهم. بي تمانية واربعين. كما قلت حاجة اسمها النيسنت كايلو مايكرون. بدأ النيسنت كايلو مايكرون يخرج من الانتستين والسل ويروق على اللم. ومن اللم فيه على القلب ومن قلب على الدم. ما زاد اسمه نيسنت. في الدم يجيلي الـ HDL يجدينه اثنين. لو ما وابوهي. ده اسمه موديفكيشن. ده العنوان التاني. موديفكيشن كايلو مايكرون. بدأ للنيسنت. للنيسنت كايلو مايكرون حاجته. السي تو والإي. واسمي المناكب كله على بعضه كده كايلو مايكرون. ده ماكيو الكايلو مايكرون. عندي ثلاث مصطلحات في الكايلو مايكرون. الكايلو مايكرون اللي هو ماشي في الدم يوم الانزيم او الابو لايبو بروتين C2 يأكتب لي انزيم اسمه لايبو بروتين لايباز. يبدأ لايبو بروتين لايباز يشتغل. يكسر لي التحقق يصير الكريستر. فيبدأ الحاجة بتاعي قل. والكسافة تزيد. لحد ما خلص الشغل بتاعي. كا سي تو. يوم السي تو. خلصت الشغلات بتاعتك. بيرجع تاني وكامل حاجة اسمه كايلو مايكرون. الكايلو مايكرون يروح يمسك في ريسيبتور عن طريق بيتا بانية واربعين وعن طريق اي. ويعمل اندوسايتوزيس يدخل يتكسر بالزمال اسمه لايزيزومة الانزيم ويديه الكسافة تزور كسافة. ده كده الكريموتين. على فكرة جماعة انت لو عرفت ان انا عندي ثلاثة امو لايبو بروتينز الموضوع خلص. لو عرفت ان عندي حاجة اسمها بيتا مانية واربعين وحاجة اسمها سي تو. وحاجة اسمها ايه. اعرف بوظيفة كل واحد من دون. يعني السي تو كان موجود في الدم. هو اللي كان بيخلي اللايبو بروتينزي يجيزي يشتغل. انت كده عرفت نص الكلام. التانية الابو ايه والابو بيتا مانية واربعين. تجلوا يمسكوا في الموجود على الليفر. ده النص التاني. طلقت بالنسبة لانه الحاجة خالص. environment. الموضوع. الاسبلي والسيكليشن. ده ده اصل موضوع كان اسمه ديجيشت خنزة منه. وطبعا مش فك حى Iyu. خلص? أنا كده عندي تلتة انواع من كيلو مايغلون. تلاتة انواع. الناساس ، كيلو مايغلون. تسميا بالسنة اليمصي سي كيو. الناساس ، كيلو مايغلون. بتكاوه من أبو لايبو بروتين. اسم هو بيتا مانية واربعين بس، الم하기ور كيلو مائغلون. بتكاوه من 3. كي توب وعين و UP e. الكلام ماكو الريمنانت بتكوهم الاثنين بيه تمانية واربعين و ايه 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 بس تفضل موضوعه وبعدين مش كله بيبشي في الدم هيوكرو بيبشي في الدم و همطلين هو هياخذ برده طبعه من ابو لايب المتيله مابودة بره حوالي وبعدين هو بتكسر فيه او بتكسر فيه بتكسر في بعض بتشول يتكه عمطول بتعمله اعطيك يعني مش بتكسر في الدم لاني مش همطل باقاطيك ؛ غlais او ماشا جمعة كورو مايكرون واقف بلغة موصلش ش ش ش ش ش ش ش ش ش الش قancy بذقدونه وتينوا كورو B ش 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 ش聲 دلوقتي دلوقتي ما تنساش الكلمة دي الابو لايبو بروتين اللي انا قلت يا جماعة الانتش الال كان بلديني اتنين سي تو و ايه الحركة دي هتحصل في كل اللايبو بروتين يعني كمان شوية هقولك هيحصل في نفس الكلمة الدو وارجع اقولك ايه وظيفة السي تو فوظيفة السي تو بيكتب حاجة اسمها اللايبو بروتين لايب ايه بيكسر وهاكزا هعد يا جماعة كانوا مايكرونز في حد عنده بوسيكولا فيه اشتركوا في القناة خلاص خلاص يعني خلاص 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 عمالت وخدته حطيته هو الكاينومائل انما اللي هتكلم عليه دلوقتي ده بتاع الليفر الليفر اللي بيصنعه الليفر اللي بيصنعه ازاي بقى انا هكتب معدد دلوقتي هتفرق لي ببين تلات حاجات من VLDL والIDL والLDL التلاتة دول لازم اعرف الفارقة بينهم هبين مكنني في اين حاجة هتكلم مع اكتر حاجة الموضوع الكبير هو كان اسم الكاينومائل اللي جاي كله كأنه كانت فيه نبيهات يعني هو مش كانت الموضوع بصلي كده ده الليفر هوا اسمها كده الفارقة ده كده مركب اسمه VLDL اللي بتكون من ايه جواه برضه وهو كولستيروم ومتحبط بثلات طبعات الطبعة من الكولستيروم والطبعة الثالثة بروتين المرادي اسمه ابو بي ميل اللي كان موجود في الاندستن كان تمانية واربعين اللي موجود في VLDL كام ميل بيقولي الليفر بعد نستطع المراكبة كده طبعاتهم هيفصل قالي هيبدأ ده يخرج من الليفر ويمشي في الدم مدام وصل الدم مين ده ايه موجود في الدم HDL معروف وظيفته ايه هيديله ابو C2 وابو E انا جماعة مركب بتاعه دلوقتي ابو وي طبعا نسبته ستين في المية اللي فات كانت تسعين في المية ده ستين دهان منه شوية وكولستيروم اسم البروتين اللي موجود اول حاجة ده الروتين اللي كانت تصنع في الليفر اللي هو اسمه ابو بي ميل زاد ابو C2 وابو ايه المركب ده اسمه تغير ما زال اسمه VLDL بصيني بقى ال VLDL ده بيتحول الى LDL اهو بس قالي ما يدي لي LDL يدي لي مركب واسفي اسمه IDL بص كده لاكس في الكلمة دي لاكس في الكلمة دي بيقول بيقول باختصار شديد الابو C2 كانت وظيفته ايه وظيفت الابو C2 ويبتب يبدأ فالحاج يقل والكسافة تزيل لحد ما خلص وظيفتك يا اسمي C2 يحصل ايه يقول الابو C2 دوت يسيبه هنا ويرجع لينة واكون مركب اسمه IDL بص كده شك الIDL هنا كده اسم الابو بي مية وهنا كده ابو اي سبتيني اللي سبتني هو رجع لمكان الاصل طب الLDL لما الابو ايه دوت يسيبه ويفضل عندي حاجة اسمها الابو بي مية بس لما مركب ده اسمه الLDL كان عندي تصنع جوة في الصورة اسمها الناسنت سبا كان عندي حاجة اسمها الناسنت الحاجة الاساسية اللي موجودة فيه خرج للدمر حاجتين الـ C2 اشتغل عمل وظيفة وساد فيها ايه فيها حاجتين الايه وبي مية بعد شوية الايه ده ساب وفضل عندي LDL اللي هو اسمه الابو المسك فيه ابو لايفو بروتين بي مية خلاص؟ ماشي كده؟ ده باختصار ده الكلمة اللي انا عايزة اللي هي من ابو لايفو بروتين اللي موجود هنا وهنا وهنا تخلي بلا تسمه الناسنت ده اسمه الـ وده اسمه الـ اللي مسك معه ابو ايه بعد ما فقدت الـ وفي الاخر بيفضل بيميل بصني بقى بدل الكلام يا جماعة على تصنيع طبعا يا جماعة تصنيع لو جالك في الانتحان كسؤال يبقى هو كده بيخدمك ليه؟ لان انا ما عنديش تصنيع وبيقول لي ان اللي بيصنع وبيصنعهم بحيس تكون نسبة ستين في المية من واسط مش حاجة جديدة اخدناها في الجدول بتاع المرالي فاته وهم كلمتين وزاية تصنيع الكايرو مالك ما فيه كلام جديد المهمة قال ليه بعد ما عملت كده يوم الـ بيحط فيه ابو راي بروتين كامل بي مين وكما انت حاجة اسمها الـ يخرج بعد كده الـ من الـ على الدم ما ده مصبت للدم على طول الكلمة اللي احنا عرفانها تلات صوتون ورابعة يديني ابو سي تو وابو اي الابو سي تو يعمل موجود فيه؟ موجود في الاندوسيل يعني بتاع الكابيلرس بتاع معظم التشوت زي القلب وزي ميزكيتة المصري يشتغل يكسر فيبدأ الـ يصغر في الحجم ومزيد في الكسافة كلام اللي احنا عنافهم كانوا معكم وبعدين قال للحاد لحاد وماكسر كل ساعتها الـ وظيفة الـ اللي ماسك فيه خلصة فيجي عن لون وهكون ماك اسمها بص كده الـ ماسك معاه ابو اي ونمركب الاساس بتاعنا اللي هو اسمه بس ده انت يا جماعة بصون كده ادى الـ كان ماسك معها وكان ماسك معها الصغر في الحجم وزاد في الكسافة بقى عامل كلمة عشان اكون الـ هي دي الكلمة انا كاتب موضوع الـ عشان خطرها عشان تكوني حاجة اسمها الـ الأولى بفقد الـ يعني اللي فاضل عندي ابو بي بص التانية بص التانية اهو سيتو رجع الـ ورد الـ انا لحد الوقتي ما كونتش الـ لحد اللحظة دي اللي انا خدت فيها الـ رجعت الـ لمصدره وكونت المركب ده ده مش L-DL عشان يبقى اسمه L-DL انا قلت يا جماعة فانع من الـ L-DL والـ كان ده اسمه باد كولستيرول وده اسمه لازم يحصل حاجة ليه علاقة بالكولستيرول ايه اللي بيحصل 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 يعني المركب اللي اسمه الـ والمركب اسمه الـ بيحصل بها بلغم بيجعل الـ جوا ده كنت مكسر فيه من شوية والمركب ده اللي اسمه الـ جوا كولستيرول بعمل ايه؟ اللي بيحصل بيبدأ الـ يبعت الـ لمركب اسمه الـ والـ يدي الـ وكانه في ده ياخد ده وده يدي ده بيحصل ما بينهم أنا كـ مليان كولستيرول كل اللي بوايا كولستيرول خمسين في المئة من وسط الـ الـ كولستيرول فلازم جدميه كولستيرول بجيبه مني؟ انا بجيبه الـ الـ يديه الـ يديه الـ الكولستيرول الموجود جواه يديه مين؟ من المركب اسمه عشان الـ لما ياخد الكولستيرول يديه المدس مع الـ ما فيبناش ولا حاجة عشان الـ يتحول لـ محتاج حاجته الأولى البروتين والتانية الـ كولستيرول البروتين هيرجع المصدر ما هو دكتور كالجوه؟ أو لايبو بروتين ايه؟ بتكلم مع الـ رجع ففضل عندي أبو بيمين دي حاجة الحاجة التانية أنا كـ مليان كولستيرول الكولستيرول يا جماعة اللي موجود جواه الـ أكتر مركب أكتر لايبو بروتين جواه كولستيرول هو الـ كان يا دكتور خمسين في المية خمسين في المية الـ جواه كولستيرول ده جواه كولستيرول من ضمن تركيبه يوم يحصل إيه؟ ده جواه HDL وده جواه شوية الـ يحصل ما بينهم يجي الكولستيرول هنا يروح للـ واخر واخر من هنا الـ الـ ايه اللي حصل لما عملت كده ما عادتش عندي هنا الـ جي مكان من هنا كولستيرول هو المركب اللي مليان كولستيرول وجواه أبو بروتين بيمية اسمه الـ حتى يقول له دكتور طبعما انت قلت من شوية انت كسرت الـ فيه جزء ما تكسرش هاخده أو الـ 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 تدكتور خلاص الـ كله خلص وما عادش عندي ولسه فيه كولستيرول موجود هنا اعمل ايه؟ قال لي خلاص ووكرش عندك هنا فيه طاقة من فوسفوليبت ادي لي فوسفوليبت وهذه الكولستيرول اللي فاضل عندي يعني ايه؟ يعني الـ انا باخد الـ الـ في منقابل ان انا لدي الـ الـ يا اما الـ يا اما الـ الـ مين موصلتوش الفكرة دي؟ ده اسمه VLDL عايبا عشان نخلص ده اسمه VLDL ده VLDL جواه ابو لايبو بروتين E و C2 وابو B ماشي؟ ماشي في الدب يشتغل الـ بدأ يكسر الـ اللي موجود فيه فالداني مراكب ما فيهوش الـ وما فيهوش الـ اسمه الـ 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 هيتحول لها LDL لازم حكتين لازم خطوتين الاولى الاولى بافقد الابو لايبو بروتين لازم اجيبهن بالله مراكب الـ الـ وده معلم مكان крSen ده ومعها أبولاي بروتين بيمية سميز المراكب ده LDL خلاص السؤال لو جالي اكتر الميتابولازم وفي ال LDL نحن كده خلاص خلاصنا موضوع اسمه ال VLDL خلاص كده حد ما كونت ال LDL بعد ما كونت حاجة اسمها ال IDL لو قل الميتابولازم وفي ال LDL ما ينفعش أبدأ له سطرين ثم سطرين مكتوبين في ال LDL لازم نبدأ كلامي من أول ال VLDL ما انتهت صنعه ازاي؟ صنعتم ال VLDL بصيلي كده بقى؟ ايه وصفت ال ABOB100 الموجودة هنا؟ وحد يفكرني كده كان ايه وصفت ال ABOB48 كده كانت موجودة في الكايروماكين لربلا؟ بس يتعرف حقا يتعرف عليها كانت ال ريسبتور موجودة في الليبر يتعرف عليها هنا برضو الوصيلة بتاعتي اسمه ABOB100 يتعرف مكان ال ريسبتور بتاعتي بتعرف على حاجة اسمها ال LDL طب هي ال LDL موجودة في ميه؟ موجودة في التشو في البريفر تشو ومش بس البريفر تشو والليبر كمان والليبر كمان في البريفر تشو والليبر احنا قول لها بكده جماعة ايه الفارقة بين ال HDL وال LDL اللي يسمينا ده جود كوليستيرون وده باد كوليستيرون قولنا ال LDL كان باد كوليستيرون عشان بياخد الكوليستيرون اللي موجود في الليبر يوديه لكل التشو بصوا بقى المعلومة دوقتي باعليش دقيقة ازاي؟ فين يا دكتور؟ او انتخبت الكوليستيرون من ايه؟ انتخبت الكوليستيرون من ال HDL ماخدتوش؟ من الليبر بس ادخبتك انه هو كان متجد كوليستيرون ليبقى من الليبر حسوه كان اسمه VL ده اللي بوجود جوه الليبر ليس امينا ال LDL بادكوليستيرون بنى الليباط كوليستيرون scheint لو بياخد الكوليستيرون من الشتح ويديه للبريفرation هتتم اخضigned مقيمه هتتم اخضته في الدم الليباط كوليستيرون تنامية ج espaço بصانب عباعت السيروات هربون 좋بي اصنع بيه تستيرول مرجيستيرول اي حاجة من الاستيريوز الموت. اصنع بيه في الليفر. اصنع بيه فيتامين دي فيتامين دي كوليستيرول سبع ديهايدو كوليستيرول في السنة ده. ده كلام السنة دي. وصلنا الالدال. وصلنا الالدال. بقول يا جماعة اخر كلمة بقى الالدال بيمسك في ريسيبت. في الليفر. في الليفر. يا ايما موجودة في البريك فرنتيشو. وياللي يحصل. بصيني كده? عادل خانية هاي. وقادل ريسيبتور هاي. يمسك هنا جماعة الالدال. وبعد كده يحصل له ايه? في اندوسايتوز يدخل جوة خانية يبدأ يتكسل وتامي الحاجة اللي انت عايزة برضو بلايجزوم الانزاين. خلاص? حد يعرف الالدال اتعرفت ريسيبتور وتعرفت عليه ازاي? عادل الابولايت بروتين فيه. ماشي. 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 ماشي فيه ازاي حصل ازاي كسرت وزاي بلانة اله ديال. الحمد لله. بس هو اجابت فيك المنتج. بيقول لي. بيقول لي. هو اله ديال. الكوليستيرول اللي هوها. جبته منين اودته فين. يوصل ايه؟ بيقول لي ايه الفيت. بتاع الكوليستيرول اوف. الكوليستيرول. اللي موجود جوة اله ديال. حد يقول لي يا جماعة. رقم واحد لتعرفينها ما احنا لسه لدهم شوية. قلنا بيحسة ما بين. دول اللي حصل. اللي حد. ده اعزال جوليستيرول. او. او. اللي موجودة كوليستيرل يمين. ديال. طبعا مenee جériلي قلنا بتbak שלי مش محترف بحاجة اسمها اي ديال. مش محترف بحاجة اسمها اي ديال. يعني neurologي الص Timmer. بيقول لي بيدي الحاجة دييل اللي ديال او الmingじ لقد possibilها nombreux. السؤال لو ايد table تقوم باfat Luigi Bdl. بص يا جماعة. السؤال لو هيك في الامتحان. عايز الميتابوليزم بتاع ال VLDL. لازم اكمل كلام لحتى ما اخلص الميتابوليزم بتاع ال LDL. حتى ما يمسك في الريسيبت ويتكسر. جالك السؤال ال LDL. هبدع كلام من اول ال VLDL. وهو السؤالين المقولين يا جماعة. اما الكايرو مايكرون يلمل VLDL. خلاص. الكايرو مايكرون صفحة الوحدة. ال VLDL. سواء لك VLDL. قال لك IDL. قال لك LDL. هما التلاتة هتبدوها من اول كلمة في الصفحة. اللي هو من اول تصنيع ال VLDL لحد ما تخلص خلاص من الوردة باسمه ال LDL. فضلي بس هنا كلمة. الحاجة اللي عملت اكس تشينج. هو ال اكس تشينج دا بيحصل لحظه. لأ. رازم حاجة تعمله اكس تشينج. ايه بقى ال اكس تشينج? انا دكتر اسمه. بروتين. اسمه كولستيرول استر بروتين ترانسفير. كولستيرول استر بروتين ترانسفير. او ترانسفير بروتين. مش هتفرين كتير. كولستيرول استر. مهدد لانا بنقله. ترانسفير بروتين هو البروتين الناقل لكولستيرول استر. كلمة ورميل. ال H ديال يا جماعة. انا عايزك تعرفني فيه كلمة واحدة عشان خطر الجدول اللي جاي. ما قال ليش من ال ABO LIB وبروتين الموجود فيه. بس حد ايه واحد. ايه واحد. ده اهم حاجة ما تنساش في ال H DL. ما تنساش ده في ال H DL. مش مكتوب عنه ايو كلام. بس اهم حاجة ابو LIB وبروتيني واحدة. اسمعني كده. اخر كلمة في ال H DL. انا عندي طرين يا جماعة. ده الطريق او براني. بصوا الطريق التاني. بقول لي بصي بكتور. ده ال H DL اللي هو. ده ال H DL. ماشي في الدم. انا عايز اعمليه. انا ك H DL اللي وصفتي اخد ال H DL الموجود في الدم. اخد ال H DL موجود في الدم. واوصل به حد اللي. واوصل به حد ال Lever. عشان كده يسمي جود كلستيرو. عشان الليور يكسره. واتخمص نين. يقول لي طب انت ماشي في الدم. لقيت كلستيرو. هتاخده ازاي? قال لي بص. ومشانك هيتش بقلم. واي مركب تاني. كان الكور بتاعي بتكون من ايه? كميته بسيطة قوة. و? كولستيرو الاستر. متحبط من هو من? كولستيرو الاول. وبعد كده. وبعد كده. طبعا C2. وطبعا ايه? ما تنساش بين اهم واحد. ايه واو? اسمع كده كلمة اللي جادي. بيقول لي كده الكولستيرو الاستر. موجود فيه? موجود في الكور ولا موجود كطبع للطبعات اللي برا? كولستيرو الاستر. جوه في الكور. فبيقول لي انا دلوقتي لقيت كولستيرو الموجود في الدم اولا. انا ماشي في الدم وريد كولستيرو. هعمل لي. قال لي الهدش دي اللي. بيعمل ايه? اسمع كده الكلمة دي. بيقول بياخد الكولستيرول يدخل جوادي. بس وطول ما هو اسمه كولستيرول هيكون طبعه برد. مش هيدكل جوه. فقال لي لا انا مش بعمل كده. هو انت مش قلتلي ان الهدش دي اللي مليان بروتين? الهدش دي اللي يا جماعة. بصوا الترتيب اللي جادي بقى. اول واحد خالص. الكيلو مايكول. كان اكتر حاجة موجودة فيه. 30-سل جلسترول. بالنسبة 90 في المية. 60 في المية. 30-سل جلسترول كانت موجودة في ال-VLDL. بعدين عبطول. 90-60. 30-سل جلسترول. ال-HDL. ال-LDL. 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 ال-LDL كانت الباد كولستيرول. مليان كولستيرول. احنا هونا جماعة بعد ال-60 في المية. و-60 في المية. بعد ال-60. 50 في المية. 50 في المية دي عبارة عن تركيز الكولستيرول الموجود في ال-LDL. تركيز الكولستيرول الموجود في ال-LDL. ال-HDL. ال-HDL. ايه اكتر حاجة موجودة فيه? بروتين. بروتين. ابو لايب بروتين زيعة. ايه اكتر حاجة موجودة فيه. تركيزه كم؟ 50-50. 40 في المية. 40 في المية. تاني حاجة بعد البروتين في ال-HDL. خلي بالك يتكلم كتير على ايه شدال الا اول حاجة بروتين وبعد البروتين اغطول نسبة الفوسفوليفت كامل قلنا 40 يبقى 30 اهو مشيه بالترسيل وبعد كده الكوليستيرول نسبته 25 او 35 تاني كده جبالة اغطم بص 90% ده تراجع صان الجليسترو بداع كايروماك 60% برضو تراجع صان الجليسترو بداع 50% 50% ده الكوليستيرول بتاع LDL وبعد كده بقى الHDL عليك الان 40% ده البروتين 30% ده الفوسفوليفت واخر حاجة 25% ده الكوليستيرول شوفت الفوسفوليفت حد يفكرنا كده بتركيب الفوسفوليفت الفوسفوليفت تانجليسترول مماسك معاك فاد ياسي توكربولة واحد فاد ياسي توكربولة اتنين زاد بسفينة وقعدة الاتواجرين بيقولي بيقولي عندي انزيم يا جماعة اسمه 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 الكات اسمه الكات يعني يا جماعة كوليستيرول مش انت بتقول ان انت لقيت كوليستيرول في الدم انا عايز اخذ ان الكوليستيرول ده فصورة كوليستيرول استر موجود كوبا الكور مش عايز اخذ ليه كوليستيرول موجود برا بعامل يا جماعة باجي عن اللي هو أنزيم السميتي يعني هي هياخذ الانا من ال الن بحيث الموجود في الدم هاي اُ constraint إشتري كولستيرول وكون كولستيرول أسل. مش مشكلة ان الكور هيكبر. الكور هيبدا يكبر. فالحجم ده يكبر. لكن المشكلة لو جيت حاطفه طبقة بره هنا. الطبقة دي انا مش هينفع انها توسع. مش هتكبر. لما هبص على شكل الكايلو مايكل وشكل ال H DL في 3D الصورة اللي مرسومة عندنا في الكتابة هورهاكو ان شاء الله. مش هينفع تكبر الطبقة اللي بره. لكن ينفع تطبع الكور اللي موجوده هو. ده لما يكبر حجمه مش مشكلة. لما ينفعش الطبقة او نكبر الطبقة اللي موجودة بره. المهم يا جماعة فيه نوزين باسمه ال L-CAD. ال L-CAD ده بيحسن له اكتفيشن عن طريق ميني. ها قوله ميني هعمل ليبا بلوتين موجود في ميتش دياني. هو اي واحد. انا عشان كده بقوله اي واحد. يا جماعة فيه نسمه ال L-CAD بيعمله. بياخد الكولستيرول اللي موجود في الدم. يدي له قادي اسد. من مركب اسمه الاسد. ويكمل لحاجة اسمه الاسد. خلاص. بزو مشكلة. كايلو مايكرو دي ل دي ل. ال دي ل. اي دي ل. اي دي ل. واتش دي ل. الميتابوليزم بتاعهم كلهم الخمسة. اهم واحد فيهم الكايلو مايكرو. الكايلو مايكرو. انا كده يا معا خلصت بحزنة بطاعة. بس عشان بس كلمة صغيرة كده. مش حاجة جديدة. مش حاجة جديدة. في سؤال مهم جدا. في سؤال مهم جدا. اسمه الفانكشن. الفانكشن. اللايبو. اسمع لي بقى. اسمع كده انا اقول ايه? اسمع اقول عشان مالدون يا ساني. ايه وظيفة للايبو بروتينز? يعني ايه وظيفة الابو اي والابو بي والابو سي والكلام اللي احنا منها. دلوقتي الوظيفة. لو انت ما مرتديش الوظيفة. لو انت ما مرتديش الوظيفة يبقى انت مش حاجة في حصة. عشان ما يدخدش في الموضوع ده اول. الوظيفة جماعة اربعة حاجة. بصوا التفاهم. رقم واحد. يقولي الابو لايبو بروتينز ده بيدخل في تركيب حاجة اسمها دوا واحد. دوا الوظيفة. الابو لايبو بروتينز يخدش بتغليم حاجة اسمها مع الوضع نقاس على جادي قالك الابو لايبو بروتين ووظيفته ان هو يكون لايبو بروتين يعني مسؤول عن حاجة اسمها الترانسفير وفي الليبت السليم انه ما يجبش في المية فلما حوالته طبعا من بروتين يكون حاجة اسمها لايبو بروتين فلا يضريبش في الدمس طبعاً يعني الدول كلام فاضي دول كلام فاضي انا عايز تلاتة واربعة اسمع كهة تلاتة واربعة بيقولي بيقول من ضمن وظائف الابو لايبو بروتين اكتباشن بيكتبوا بعض الانزيمات اف انزيم اللي هي مسؤولة عن الايبو بروتين ميثابوليزم ديني مثال كده الابو لايبو بروتين ابل دفع السيتو كالي اكتب مين لابو بروتين لايبو بروتين الايون لأكتب مين حان اسمها الهلي الهلي كهت براجتي بص رقم اربعة بيقول لي ريكوغنيشن اوف السلم بيخلي خلابتاعتي او ريسيبتوب بتاعتي تتعرف عاللايكو بروتشمين زي مين بعد؟ بص بيه تمانية واربعين بس بيه تمانية واربعين ومعه ايه الاتنين مع بعض او ريسيبتوب تتعرف عالحاج اسمها الكايبو مايكرو ريمت مائة بتاع مين؟ بتاع R2 رقم تلايتها مقبيت دي lin مش مكتوبة بس bay Advance الابو لايبو بروتين اي واحد ده بتاع اله دي اله هو مش كاتب ان ده مش كاتب الابو بس الابو Tahun الابو ها ده جميع من definite الهدية مع التحتي بتاعته هو بس. يبقى بصوا لي كده. بصوا لي. مش حاجة. الاتنين دول كرام فاضي. يتقلفوا. اهم حاجة الاتنين دول. اللي هم باكفي بعض النزمات وانت عرفتهم. والتاني حاجة.